اشتركوا في القناة بتحب بكل الأعمال التطوعية ليها باع كبير جداً في حاجات كتير جداً بتقوم بيها أنا بشكرة على الهواء لأنها حضرة حفلة مميز الأسبوع اللي فات معنا وكانت بالنسبة لي ضيف مهم مشارف جداً في الحفلة النهاردة هتعرفها عبير معنا النهاردة الدكتورة داليا أبو المجد المدير التنفيذي للموقع الإلكتروني اي جي داش بوكنج دوتكم أعلن دكتورة نعرض داي ربنا يخليكم رسيليكم أنا فرحانة أني أنا دي تاني حلقة حد نكتب موجودة دا شرف لي يا ربنا يخليكم رسيليكم في البداية أيوة أخش ليه كده احنا بيشارك أول سؤالها سألولي ليه اختارتي الموقع دا أو عملتيه داي أو عملتيه ليه لا موقع ايه اي جي داش بوكنج دوتكم ايه يعني يعني عايزة أقولك أنا بسفر بره كتير فكنت دايما لما أروح اي منطقة أسرية أو أشوف اي بلد بلاقي حاجات لا تضاهي مصر فيه الأثار وفيه كم الأثار الموجود بلاقي أماكن مهدمة ويقولوا عليها أثار ولاقي ناس وقفة بالتوابير علشان تطلع تشوف يعني ولا حاجة بجد بجد ولا حاجة يعني ففكرت أن أنا عايزة أعمل حاجة لبلدي أسوى السياحة المصرية جوه مصر وبره مصر فهتلاقيني بنهتم بيه السياحة الداخلية اللي هو كل مصري ممكن تلاقي ناس كتير جدا بيسفروا بره بس ما يعرفوش أماكن في مصر أنا منهم حقيقي يعني أنا فيه أماكن عمري ما نحطها بس بسمع عليها دلوقتي لا أول ما بدأت أشتغل على الموقع لا إحنا عندنا يا جماعة أماكن مهمة جدا في مصر اللي بجد لازم نزورها يعني حتت من الجنة بجد في البحر بنبقى حفظين أماكن معينة أو أماكن خلاص خدنا أننا نروحها بزرط ما هي المشكلة كلها في التسويق بمعنى إيه آه أنا عندي أماكن حلوة جوه مصر بس للأسف ما حدش عارف حاجة عنها أنا شخصيا في أماكن ما كنتش عارف عنها حاجة يعني مثلا أنا جات لي من ضمن الحاجات اللي جات لي في البحر الأحمر مثلا في مرسى عالم عرفت أن فيه زمان نيزك نزل على الأرض عمل بحيرة طبعية البحيرة دي تجنن حلوة جدا 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 إن كانت للغطس أو أنك أنت حتى تعود تتفرجي عليها من على الشط وإنت عادة تتفرجي حتى رائعة 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 أنا مكنش عارف عنها حاجة بس بدأت أشتغل ونعمل سرش على الأماكن اللي موجودة في مصر وأماكن الناس ما بتعرفهاش فحقيقي بدأنا نشتغل عليه الحاجة الثانية إن إحنا بنجيب الناس من بره مصر لجوه مصر أنا مبطلعشي الناس من بره بالزبط أنا مش شركة سياحة فهي بتشتغل على السياحة الداخلية والخارجية أنا بشتغل على الداخلية والخارجية بس اللي بجيب الناس من بره لمصر لكن مبطلعش المصري بره مصر هو ده الهدف بتاع الموقع طيب عندنا بقى محضرين لكم وجماعة النهاردة مجموعة عروض الدكتورة داليا محضرين لنا مجموعة عروض قوية جدا قوية جدا تتحكي قوية جدا بجد يعني إحنا عملنا عشان الكريسمس والنيو يير عملنا مجموعة عروض في حاجات في الأسر وأسوان وفي حاجات في البحر الأحمر وفي حاجات في سيوة في حاجات في العين السخنة بس اللي إحنا هنعرضهم النهاردة حاجات بتاعة البحر الأحمر ويهي بتاعة الأسر وأسوان لأن دول المشهورين دايماً الناس إيه بتحب ترحهم الأول اللي إحنا ممكن نتكلم عليه مثلاً في نايل كروز من الأسر وأسوان دي برضو شاملة ما موجود قدامنا على الشاشة دي شاملة المازارات هي 3 ليالي 4 أيام ده السعر بتاحها عندنا حاجة تانية في الأسر وأسوان عندي كريسمس ونيو يير في بس قوتلات عندنا فندق موفمبيك أسوان معه جوليفيل للأسر دي الرحلة بتبقى شاملة عندنا القطر من القاهرة لغاية أسوان والقطر من أسوان للأسر ومن اللأسر للقاهرة تاني ده القطر السياحي الفي آي بي ويشام الفطار وعشا الرحلة دي شاملة الإقامة والأكل والشرب والانتقالات وجايب لهم كمان ودي ما بتحصلش بروفيشنال جايد في حد جايد حياشرح بقى للمصريين لكنهم زي الأجانب بالضبط بلدهم هي دي بقى وهي حتوريهم الأماكن اللي موجودة في مصر للناس ما تعرفهاش يعني إحنا الفكرة عندنا مش حجوزات ويلا لأ إحنا عايزين نقدم السياحة المصرية ونقدمها للمصريين بشكل محترم لائق يبقوا مبسوطين هما بتفسحوا جوا بلدهم العرض الثاني ده في مكادي الغردقة عندنا عرض النيو يير دي فيلا وده واحدة مع حمام سباحة خاص الرحلة دي يا جماعة رائعة لأن هي 3 يام حفلات مع الإقامة مع أوبن بوثي مشروبات شاملة الحفلة بتاعة النيو يير شاملة الأكل كل حاجة فدي برضو من الحاجات الرائعة جدا اللي الناس هتتبسط بيها وحتحس إنه كمان الجو دلوقتي في الغردقة بيبقى الجو أساسا شتوي أصلا فالجو بيبقى تحفهنك في المكان ده الموضوع المهم بقى الطريقة ده لا السياحة العلاجية يعني هنقول ده ونتكلم عنه شوية هي جديدة بالنسبة للسياحة العلاجية بالضبط إحنا يعني بكل فخر قدر أقول إحنا الموقع الإلكتروني الأول في العالم اللي بيقدم 3 أنواع للسياحة السياحة الطرفية والسياحة العلاجية والسياحة الرياضية السياحة الطرفية اللي إحنا عارفينها لحظة بس عشان أصدقائنا اللي بيشوفوه نيركزه معانا علشان السؤال بتاع الحلقة النهاردة هيبقى من كلام بتاع الدكتورة داليا أبو المجد نقول تاني فانا طيب إحنا الموقع عندنا بيقدم ثلاثة أنواع من السياح السياحة الطرفيهية اللي احنا عارفينها كلنا تمام عندنا السياحة العلاجية السياحة العلاجية ليها شقين تمام الشق الأولاني اللي هو الرحلات الاستشفائية اللي هو حد عامل عملية وعايز يروح في مكان يعني يبقى فيه استجمام ويسترخي وكده احنا مثلا من الفناد اللي بتقدم لنا الموضوع ده فوندو أرابيسك اللي هو فورت أرابيسك بتاع الغردقة ممكن أي حد عايز يقعد شهر كامل عامل له سبيشل أوفر 40% خاص على الفيلا وعلى القوضة فأي حد من كبار السن اللي هم عايزين غير كده القتيل بيستمق يعني الميزة اللي فيه إن حتى لو حد على كرسي متحرك القتال نفسه ما فيه سلان كتير فيه فتقدر تتحرك في كل القتال وانتي براحتك تمام؟ وطبعا مع الجو هناك وكده فدي حاجة الحاجة التانية طبعا اللي هي زي سيوة والمية الكابريتية والرملة الكابريتية الحاجة بقى الجديدة اللي احنا مقدمينها احنا عاملين بروتوكول مع دار الفؤاد مستشفى دار الفؤاد طبعا نحارفين مستشفى كبير وليه اسمه وكده احنا عاملين بروتوكول ان اي حد عايز يعمل اي عملية جراحية ويكون عميل للبنك الاهلي المصري يقدر يعمل ده من خلالنا ويقصد العملية او اي حاجة بيعملها داخل المستشفى لحد ثلاث سنين مع البنك الاهلي اصغر ما عليش انقول الكلام ده تاني عشان كلام ده مهمي جدا ونسمعه كويس تاني ما عليش الدكتورة طيب اي حد عايز يعمل اي عملية جراحية ايا ان كانت نحة بالبروتوكول اللي احنا عاملينه مع مستشفى دار الفؤاد بيقدر يعمل ده من خلال الموقع ويقدر يقصد اي حاجة بيعملها من عمليات جراحية تحليل اشعة اي حاجة لحد ثلاث سنين مع البنك الاهلي المصري طيب لحظة ده يخشها الموقع ازاي ويشترك ازاي او يبلغ ازاي انا محتاجة ان انا اعمل عملية طيب يعني انا بس مع دلوقتي بشوفك دلوقتي ففعلا انا محتاجة ان انا اعمل عملية وعايز او صلوك طيب اول حاجة عندنا طريق الواتس الواتس اللي هزعل عندكم على الشاشة والطريقة التانية الدكتورة هتقول لنا عليها طيب انا عندي في حاجة بس عايز اقولها لان دي احنا بنقدمها بدون مقابل عشان الناس مش بتبقى مصدقنا احنا بنقدم حاجة بدون مقابل لا يا جماعة احنا من ضمن البروتوكول والاتفاق اللي احنا عامينه مع مستشفى داري الفؤاد اي حد عنده اي استشارة ليها علاقة بفيروس كورونا او عايز يعمل عملية جراحية ومش عارف يعمل ايه فبيعه يقدر يدخل ويسجل ويعمل داون لود لكل التقارير الطبية بتاعته واحنا بنرد عليه مع نخبة جبيرة من الاسات زاود داكاترة اللي جوا داري الفؤاد بالفراعين بتوحها 6 اكتوبر ومدينة نصر وبنرد عليه المفروض يعمل ايه دا كله بدون مقابل طب طريقة الحجز بقى اصلا ما يا حدرك بتخشي بتسجلي عادي خالص باليوزر نيم والباسورد بتاعك انك انت خلاص بقتي موجودة وبتعدي بقى بتتفرجي على كل حاجة واحنا مقسمينها فوق يعني الموضوع سهل جدا ممكن حيلائي على الموقع فيه زي ايكون معمول للسياحة الرياضية العلاجية الترفية يدوس عليها يدوس من فوق على البار احنا كاتبين كل حاجة عشان الموضوع يبقى سهل على الناس طريقة الدفع بقى اللي بتهمي الناس كتيرة هو طريقة الدفع هي ما احنا يا ام تدفعي اونلاين بأي بنك بالفيزا تمام دا لو هتدفعي مرة واحدة دا لو انا عميلة في اي بنك اه لكن مع البنك الاهلي انت عندك من 6 شهور لغاية 3 سنين بتدفعي مع البنك كل اللي بيعمله بيخش يختار اللي هو عايزه العرض اللي هو محتاجه عملية جراحية عرض مقدمينه يحجز اي حاجة يعني مثلا في الحاجات يعني حتى رحلات الاستشفائية بتاعت اي رحلة يعني لو هو افرد دلوقتي هو مثلا التواريخ اللي انا حطاها في الافرس اللي انا عاملها هي لا تناسبهوش طب يعمل ايه بيخش على القتلات بيحجز كل الفندق اللي هو عايزه بالمنطقة بيعمل سيرش وبيشوف الاسعار وبيشوف الحاجات وحيلاقي لينكس بكل حاجة يعني الموضوع حيبقى سهل جدا وهو بيتصفح الويب سايت لان احنا حطيلك كل حاجة بكل الديتيلز ان كانت حاجة بالفطار ان كانت حاجة بالاكل بالفطار يعني انت بتختار ان انا ازود حاجة او ان انا اضيف ما انت بتختاري بقى الحاجة لتنسبك ما هي دي بقى اللي احنا مميزين بيها ومش موجودة على اي موقع الكتروني تاني انت تقدري تفصلي الرحلة بتاعتك حسن ما انا عايزة بالضبط ان كان التواريخ عايزة فيها انتقالات عايزة فيها طيارة عايزة فيها اي حاجة انت بتقدري تعمليها ممكن ايجي بالمواصلة بتاعتي انا او برح baskيديات انت ممكن تختاري حاجات كتيرة اوية خلاص كل ده بتحط فين بتحط في البسكت بتاعتك لياه في الآخر انت بتشوف الاول ايه اللي انت اختارتيه بتقدري تزودي وبتقدري تعملي ديليت لا اي حاجة انت عايزيها يعني ممكن انه لنا عايزة بلجياه عادي جدا. اه ما هو ده مش موجود في اي حتى انت مثلا وفي اي مواقع تانية مش عايز اقول الاسامي. الارض موجود خلال. لا مش كده بس. لو انت عايز تحجزي قوضة في اي مكان في العالم بتحجزي القوضة بس. عايزة تحجزي انتقالات لازم تخلصي دي الاول وبعدين تروحي تعملي دي بعد كده. لا احنا عندنا تقدري تجمعي كل حاجة. وتشوف الباكتج بتاعتك كلها. لا ده اكتر من كده كمان. انك انت بتقدري في اخر صفحة قبل ما تدوسي على دفع. ولو حدد انت تقسيط بيطلع لك كل النسب بتدفعي قد ايه في كل نسبة. دي مش هتلاقي عند اي حد برضو. احنا يعني. مصدقية. اه في عندنا مصدقية. تمام. انا دلوقتي حجزت. انا حجزت. حجزت عرض من العروض. اوكي. وانا عامل العرض على ست شهور بدون فوائد. انت عايز تفعي على سنة. فانت لما بتحددي كلمة تقسيط بيطلع لك مثلا لاثناشر شهر ليهم نسبة كذا. فبيطلع لك الرقم. اه اوكي. لو خديها على ستة وتلاتين شهر كذا لو خديها تلاتين شهر كذا. فكله موجود. فانت بتاخدي قرار بتبقي عارفة هتدفعي ايه بالضبط اللي للبنك. اوكي. فمش بقولك ادفعي حاجة وبعنين بتلاقي رقم تاني بزايد عليك. اه. لا مهم. اه. 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 يعني في مسبقية بينها وبين. اه. لا. الجزئية دي مهمة جدا علشان بس نقول نقطة مهمة. الموقع لما بتعمل معاها وبتحجز. انت عارف بالضبط الرسوم اللي هتدفعها مقابل الخدمة اللي هتتخدها. بالضبط. بالضبط. ما بيتض عليها يقولك عشرة في المية. خمساشر في المية. عشرين في المية. لا. اللي مكتوب قدامك. في الجدول. بالضبط. اه. وبيحدد هو بيتلعب على طول النفس. فيه سؤالية دلوقتي بتقولي ان فيه ستة شهور بدون فوائد. تمام. فريدي دلوقتي ان انا عايزة اروح النهاردة او بكرة رحلة. ما حزيت لي اي ظروف. انا دلوقتي اروح مثلا بعد الستة شهور اللي انتي حطاهم على اساس الفوائد. مفيش فوائد. من حق ان انا دلوقتي انا حاجزة معاك خلالي ستة شهور اللي انتي بتقول انا بس عايزة اوضح نقطة. انتي مش حاجزة خلال الستة شهور. انا بديكي ستة شهور سماح بدل ما تدفعي المبلغ كله. مرة واحدة انتي بتدفعي على ستة اجزاء. يعني بمعنى انتي خلاص انتي حاجزتي معايا والبنك واقف انك انتي خلاص هتطلعي الرحلة. انتي بتطلعي الرحلة في التاريخ اللي انتي محددة وخلاص. الفيدي اني حصل لي الزروف. خلاص ما تلغيت الرحلة. دي بقى بتلغي. دي معناك لغيت الرحلة. يعني انت لو حضرتك تقصدي على الوفر اللي احنا عاملينه 6 شهور ايوه انا بقولك على كده حتة الفواد انا دلوقتي انت بتقوليلي في عرض قدامك ان مافيش 6 شهور بدون الفواد تمام دلوقتي انا قدمت مثلا ان انا رحلتي في شهر 2 شهر 2 وانت عامل العرض دلوقتي من 6 شهور ان عرضة من شهر 12 لشهر 6 لا انا مش عاملين من 6 شهور انا عامللي الكريسموس عندي رحلات في الكريسموس ورحلات في النيو يير انت ظروفك لا تسمح انك انت تطلعي ل2 دول فأنتي عايزة تأخذي الديسكاونت الستة شهور ايوا انا دال لانا بيفرد دلوقتي ان انا انت مثلا رحت الرحلة برضو بدهوك يعني انا بدلين المصريين انا بديه اه ما ديش بدلين انا بقول بس هي الفرق في ايه في حتة الوفر الوفر ده بيبقى لو انت هتروحي تحجيزي في ايام عادية مش هيبقى بالارقام دي هتبقى ارقام تانية خالص فهي دي الميزة بتاعت الوفر اللي احنا مقدمينه في الكريسمس وفي النيو يير خلاص انت عارف انت هتعملي ايه لكن لو انت حجزت القوتيل ده في وقت تاني غير الوقت اللي احنا حطينه ده انت هتلاقي اصعار تانية خالص هي دي الميزة وهتاخدي الستة شهور برضو بس سعر اعلى ايه القرى والاماكن السياحية اللي احنا ممكن نختار ما بينها في العروض اللي موجودة مع حضر والله انا يعني احنا لقص الوصوان لقص الوصوان تحفة غرداء غرداء مكادي مرسى علم دول اللي احنا موجودين معانا النهاردة عندنا حاجات تانية كتير يعني احنا اي قتال حيخش يحجز في الفترة دي احنا هنعمل له عروض قوية جدا حتى لو احنا مش عاملين له عرض بس هي الفترة دي احنا علشان يعني نشجع الناس انها تسافر جوا مصر عشان هما محبوسين وعايز اقول حاجة مهمة جدا بالنسبة للسياحة الطرفهية احنا كل القتلات وغدى الاجراءات الاحترازية مع وزارة السياحة زي ما هي اي لب الضبط فاتطمينوا جدا 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 بالقصة دي يعني من ضمن الحاجات اللي هم عاملينها مثلا مفيش القوضة تريبل ممنوعة في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي اقصى حاجة فردين في القوضة فدي من الاجراءات الاحترازية اللي معمولة دلوقتي وزارة السياحة عاملها واحنا بنطبق الكلام ده مع الفنادق وحقيقة كل الفنادق بتطبق كل الموضوع ده بسارة انا معتقد ان انتوا كمان بتراعوا ده في السعر يعني برضو لو كان الغرفة بنفس السعر بتدعها بنفس السعر او بتحاولوا تعملوا خصومات علشان تشجعوا الناس انها تبقى موجودة عشان كده بقولك الباكجز اللي احنا عاملينها الفترة دي هي كويسة جدا 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 يعني مثلا اقول حضرتك في مثلا في جاز لمايا مثلا هي بستة تمنمية بتدفع الف وشوية تقريبا في الشهر لمدة ستة شهور يعني في ناس بالنسبة لها الرقم ده مش بالنسبة لك يعني مش كبير فانت ده بيشجعك ده بيشجعك ان انت تطلع انت وصحابك تطلع انت وقسرتك لان المبلغ نفسه مش هيكلفك كتير وهتقدر ان انت تستفيد بالعروض دي لمدة طويلة مش هتحس بي مثلا نوفيتال مارسي علم برضو احنا عاملين اربع ليالي خمس ايام بالثلاث وجبات لو هتعملي بالتقسيط للفرد في الغرفة المزدوية 500 جنيه في الشهر ده يعني انت لو روحتي خرجتي خروجة في اي مكان هتصرفي اكتر من 500 جنيه لو اكلتي وشربتي وابتسحتي بالضبط فانت هتدفعي اكتر من 500 جنيه دلوقتي انا طلعت مع حضرتك رحلة دلوقتي وقصت لمدة 30 او 6 شهور عايزة خلال 6 شهور او سنة او كده اطلع رحلة تانية يا ترى انا لازم اخلص الاسطل علي ولا ممكن متاح لي ان انا ممكن لا ده مع البنك بتاعي مش معايا انا انا كل اللي بعمله ان انا بطبق البنك بيوافق عليه بمعنى انت خلاص اخدتي رحلة ودفعتيها فضل نصها الليمت بتاعك انت بتاع الكارت اللي انت بتستخدمي ممكن يسمح فالبنك هو اللي بيعمل استعلام عنك هو اللي يقول لي اه وافقي يعني انا موافق تطلع تاني او تستفيد باي حاجة موجودة عندنا على الموقع ولا لا اه يعني انا مش مجرد بس اكون عميل في الان نرجع تاني للسياحة العالجية السياحة العالجية كان موضوع مهم جدا وانا شفت في الغردقة ان بعض الناس اللي كان عندهم روماتيزم في جسمهم ممكن بيروحوا للرمل ويدفنوا ده في ناس بتيجي من بره من بره مصر عشان سانتشاين قرية هناك موجودة فيها الامكانية دي فانا عايز اقول سانرايز فكانت عايز اقول لحضرتك ايه الحاجات في السياحة العالجية او ايه الموضوعات اللي تشد الناس انها تخليها تروح طيب غير الميا الكابريتية والرملة الكابريتية والحاجات دي كلها موضوع اللي احنا قلنا عليه بتاع العميات الجراحية والرحلات الاستشفائية والحاجات دي كلها فيه مثلا سبا فيه مارس عالم الناس ما تعرفش هو طبع لفندق جاز لماية الاسبا ده اللي مسؤول عنه حد اجنبي جاي من بره معايا تيم كامل من بره بيستخدم الزيوت وكل الادوات اللي بيستخدمها ببراند جاي من بره الاسبا ده مختلف عن اي اسبا في ايه ان لو حد عنده اي الام في ظهره في رقبته في رجليه اللي هي فيه مرض اسمه الالام دلوقتي الالام ده 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 مرض وديه تخصص في مصر بقاله حوالي 6 سنين في مصر اي حد بيشتكي بحاجة ملين حاجات دي وراح الاسبا ده اللي هو المسؤول عنه اللي هو رجل اجنبي ده مع التيم بتاعه هو بيعرف يعالجك ويعملك حاجات معينة بمساج معينة بزيوت معينة المفروض بتبقي كويسة جدا يعني محدش يعرف البوضوع ده طيب دكتورة داليا احنا متعوديني في كل حلقة ان احنا بنقول سؤال الموقع بوكينج دوت كوم لأ لموقع إنمصر دوت كوم النهاردة الدكتورة داليا هاي اللي موجودة معانا وهتقول السؤال الحلقة النهاردة اللي جايزته 250 جنيه في كل حلقة سؤالك يبقى من ضمن الحاجات اللي حضرتك قلتيها في ايجي بوكينج دوت كوم ايجي بوكينج دوت كوم طيب ايه هي أنواع السياحة اللي بيغطيها الموقع الإلكتروني ايجي داش بوكينج دوت كوم هل لازم يقول التلاتة ولا يقول واحدة لا التلاتة التلاتة انا عايزة أقولك كمان احنا ما تتركناش للسياحة الرياضية في الفعجالة لكنه لو الوقت يعني يسمع السياحة الرياضية اللي احنا عاملينها برضو في الموقع ان احنا بنشجع الفرق الرياضية من برى مصر تيجي تعمل معسكرات جوه مصر ايا كانت نوع الرياضة احنا الحمد لله يعني على مستوى المنشآت الرياضية ومستوى وزارة الشباب الرياضة ووسيقات الوزير وكده احنا عندنا منشآت رياضية كتير جدا فاحنا بنسوق الحاجات ده مبروك البرتوكول الله يبارك فيك ربنا يخليك طيب معانا اسئلة ومعانا جوائز ومعانا اسامي ناس الاولى الاسئلة بترعة سؤال شركة الفرعنة رئيس مجلس ادارة الشركة المهندس عيد العدس بيقول السؤال ايه لون اللوجو الخاص بالشركة والجايزة 150 جنيه سؤال مطعم قرية بدوية المهندسة ناهد علي بيقول فيه ايه هو الرقم الخاص بالقرية البدوية فيه دعوة الفاردين على الغداء او العشاء فيه حدود 250 جنيه شركة الحسيب للسياحة ايه عنوان الشركة ايه عنوان الشركة شركة الحسيب بتقدم لنا 500 جنيه في كل حلقة السؤال النهاردة عنوان شركة الحسيب اللي بيبقى موجود دايما في الاعلان هضيك اسحاب لنا اربع اسامي للناس اللي فازت معنا محمد سعد عويد اه لا اهلي صورها ريك محمد سعد عويد ألف مبروك أول واحد ده دعوة للعشاء عبد المجيد أحمد خدر ألف مبروك عبد المجيد أحمد خدر واحدة بس واحدة بس سيبي تبقى شو ما نقولش بفيه مزدقائي ايه سارة أحمد سارة أحمد ألف مبروك مبروك يا سارة والأخير محمود فتحي عبد الفتاح ألف مبروك أصدقائي كل اللي فازوا معنا النهاردة في الحلقات وكل بعتولنا على طول الواتس اللي بيظهر معنا ودايما على طول الدكتورة داليا أبو المجد موجودة معنا وبعد إن شاء الله في بداية السنة الجديدة هتيجي معنا هنا برضو هتقول لنا على مفاجآت جديدة وجواز جديدة آخر كلمة من حضرتك تقول لنا بقى بعجالة عن الموقع يعني أتمنى كل المصريين يزوروا كل أماكن الموجودة في مصر مصر حلوة قوي وجميلة قوي وأحلى كتير جدا جدا من أي دولة برا وصدقوني وده عن تجربة عبير هقول يا محمد إن حلقة للأسبوع الجاية هتبقى مميزة لأول مرة أنت هتبقى ضيف ضيفي يعني ضيفي أستاذي اللي علمني فعلا فأنا يعني هستفيد بقى منك كضيف بقى اللي حلقة الجاية إن شاء الله إن شاء الله أصدقائي أنا بشكر دكتور داليا بن ماجد المدير التنفيذي لعدة مواقع منهم موقع eg-booking.com وموقع inmصر.com مجموعة من الشركات بجد سيدة أعمال راقية جدا مكتهدة جدا عندها أفكار كتير جدا عندها طموحات كبيرة جدا يريت أنا بعتبرها نموذج مشارف للمرأة المصرية بجد بجد أنا كنت سعيد وأسعيد دايما في وجودها ومشاركتها في كل أعمالها ومشاركتها معانا في البرنامج ومشاركتها معانا برا البرنامج بتشرف الدنيا كلها بوجودها وطلتها البهية بجد أنا بشكري في الدكتورة بسيقين زقور واللقاء انتظرونا الحلقة اللي جاية معاكم محمد هاشم وعبير زياد انتظرونا وأضيف لعبير الحلقة اللي جاية نشوف هتعمل معاكم ايه وهتعمل معانا ايه اشكركم واللقاء انتظرونا قبل المعدة بساعة وتحية دي اشتركوا في القناة